أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة تعمل على توفر مختلف الأدوية خاصة بعد أن وفرت المكون الأجنبي المطلوب سواء للأدوية أو لغيرها من السلع الأساسية جاء ذلك خلال متابعته موقف توفر الأدوية والمستزمات الطبية حيث تم التأكيد على أن السبب الرئيسي لنقص بعض الأدوية في الأسواق هو أزمة الدولار خلال الفترة السابقة والتي شهدت استنفاذ الشركات المصنعة للمخزون من المواد الخام في حين بدأت الشركات المختلفة مع توفر الدولار حاليا في بناء مغزون استراتيجي من المواد الخام يسهم في زيادة المنتجات الدوائية شهد الاجتماع استعراض المحفزات التي توفرها الدولة لصناعة الدواء سواء بتوفير الأراضي المرفقة للمصنعين أو بالتوسعات المختلفة للصناعات القائمة هذا فضلا عن استعراض موقف المديونية الخاصة بهيئة الشرع الموحد لدى مختلف الجهات حيث تم التوجيه بسرعة بسدات المستحقات للهيئة لضمان استدامة توفر الأدوية ومستلزمات الطبية المختلفة اشتركوا في القناة